اشتركوا في القناة احنا النهار ده جايين عشان قاطر ننور طريق الناس كتير نتكلم ونتناقش في قضايا بتهم كل الشباب رحلة النور دي هتكون نور حقيقي لشباب كتير ولينا كمان نناقش قضايا دمج الاشخاص ده والاعاقة وهنناقش كمان السوشيال ميزيا والتعليم والهجرة مسوابن الرجل والمرأة وهنتكلم كمان في زين وكل موضوعيين ونبعد عن التنايم الزيت والتعصب والعنف والإدمان والحب والحلم وحقوق المرأة هكون لها حلقة خاصة جداً معانا التحديات كبيرة قوي قدام الشباب لكن دايماً فيه نور دايماً فيه بحث للأفضل نور بنتعلمه في رحلة البحث عن هويتنا وعن قضيانا رحلة بحث طويلة هتوصلنا للأمل وحب وسعادة هنتناقش في كل ده في برنامجكم نورتونا أهلاً بكم أنا اسمي باسم ماهر هقابلكم قبل كل حلقة لمدة دقيقتين هنتكلم مع بعض شوية هنسأل شوية أسئلة ونفتح شوية مواضيع وبعدين مايكل وميراندا والشباب والضيوف هيتناقشوا بقى في النقطة اللي احنا تكلمنا فيها ونشوف يمكن يمكن نقدر نقدم حاجة جديدة ده تضيع وقت ما انت لو تبطل الفيسبوك ده اللي جايب لك الفقر عارف لو انت الوقت اللي بتقضيه على الانترنت ده وقضيته في المذاكرة كان زمنك فلحت كل حاجات دي يمكن سمعناها بأشكال مختلفة عدت علينا او لو احنا كبار شوية فاحنا قلناها للأصغر مننا لولادنا لاخواتنا الصغيرين السوشال ميديا هل السوشال ميديا شر مطلق؟ هل مفيش اي فايدة من وراها؟ هو مين بيتحكم في مين؟ هل ممكن فعلا نستفيد من السوشال ميديا؟ هل فتحت افاق جديدة؟ هل فتحت فرص جديدة لنا؟ من خلال السوشال ميديا احنا شفنا مبادرات وناس قدرت انها تعمل تأثير احنا شفنا ناس بتتغير بشكل حقيقي وبتطالب بحقوق وبتدافع عن حقوق ناس تانية هل فعلا ممكن ان السوشال ميديا يكون لها تأثير ايجابي وقدر استفيد بيها؟ خلينا نشوف في حلقة النهاردة اذا كان ممكن فعلا السوشال ميديا يقباليها اي نقطة ايجابية ولا بس تضيع وقت مادام ميرندا احنا على الهوى سريئي تو وان استاذ مايكل استاذ مايكل احنا على الهوى سريئي تو وان سوريا واستاذ ردا معلش معلش انا اسفة انا اسفة موضوع حلقتنا النهاردة عن السوشال ميديا وقد ايه واخدة من حياتنا واخدة من وقتنا كتير جدا بننسى نفسنا وبننسى الناس اللي حوالينا بسبب الموبايل بشكل دايما السوشال ميديا لازم تعمل مشكلة اما في حياتنا اما في علاقاتنا اما في اي حاجة بنواجهها في الحياة انت عارف يا مايكل ساعات بالليل الموبايل بيدي دلوقتي ريبورت انت استعملت الموبايل النهاردة قد ايه قدد الساعات اه فيجيب لك كل برنامج انت استعملت فيه او الشاشة فتحت عليه قد ايه شاشة الموبايل انا بتصدم لما بلاقي الاناليسس كده قدامي في الوقت كم دقيقة راحوا في كل حاجة في برامج السوشال ميديا بتصدقني بداي ان انا ازاي ضيعت كل ده من يومي ساعات كتير بعض افكر برضو انا حقدر ان انا استغنى في يومي عن السوشال ميديا اه ولا لا بقدر اعمل ده مش عارف ما عرفش احنا نحاول نتنور النهاردة في نورتونا ونعرف اكتر ازاي الشباب بيضيعوا وقتهم في ايه ويمكن لو في حاجة مفيدة ازاي بيستغلوها بشكل سليم من السوشال ميديا خلونا نطلع الفاصل ونرجع مع الشباب ونسألهم عن تأثرهم بالسوشال ميديا لا 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 الحلقة دي مش هنستعمل فيها الموبايلات يو خالص يا دي الشروط اللازم تحطيهن ده في كل حلقات طيب انا همكن نعمل حاجة طيب لا حاجة واحدة سوري 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 لا انا كمان انت اول واحد يا مايكل فبرونيا لو سمحتي تفضل السوشال ميديا وقد قد ايه من حياتنا احنا ده موضوعنا النهاردة معينا النهاردة سيمون سيمون وابولا وفبرونيا اهلا بيكم اهلا بيكم السوشال ميديا ام ايه سيمون ايه حياتنا تقريبا تعيشي قد ايه من غير الموبايل نص ساعة نص ساعة ممكن وقت النوم لا ممكن اعيش في النوم من غير موبايل ساعة ساعة موبايل انت نايمة كمان سيمون سيمو سيمو نقولك سيمو لان نعرف نفرق اهلا بيكم ايه 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 بس طول الوقت انا بافضل متابعة يعني حسنتي بحاجة لما ميراندا اخدت منك الموبايل طيب وانتي اكتف فيسبوك او استجرام او اي حاجة؟ او ايه ايه اديقت ايه حسنتي لوه لا اعيز اشوف حاجة تانية وعدين تاخد الموبايل حولة أدقتها والصراحة لأيخدت التليفون طبعاً لا أقدرش أستغنى عن السوشيال ميديا بتعود وقتها الدقيق أكبر وقت عدتوا مثلاً تستغنى عن السوشيال ميديا يعني أربع ساعات خمس ساعات واو ده وقت كبير برضو طب فيبرونيا نفس الفكرة برضو السوشيال ميديا أخذى وقت كبير جداً من اليوم ومن الحياة عموماً طب أنتوا منكم بيشتغلوا ومنكم بيدرسوا يعني في بولا وسيمو بيشتغلوا وسيمون أنا بيشتغلوا وبدرس في نفس الوقت وفيبرونيا أنا ببدرس سنوية عامة سنوية عامة طب حالياً نبدأ بيكي بقى بدل سنوية عامة بتذكري بقى قد إيه وبتمسكي الموبايل قد إيه طبعاً في سنوية عامة الموضوع بيختلف تماماً أكيد المذاكرة بتبقى أكثر شفائية ولكن في نفس الوقت برضو حتت إن أنا أخرج من زون السوشيال ميديا مرة واحدة دي حاجة لهم مش منطقية وغريبة مش قادر أعملها أصلاً فالنوضوع صعب شوية مش بتحسي طيب بفوايد من السوشيال ميديا يعني ممكن مثلاً تعمليه جروب مع أصحابك بتتكلمه في مناهج بتتكلمه يعني إيه سلبيات والمميزات بتاعتها؟ السوشيال ميديا لها إجابيات كتير بس سلبيات أكتر للأسف وأكتر سلبية فيهم إن هي بتاخد من الوقت كتير جداً 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 بس برضو مع الوقت يعني لما الواحد بيكبر وينضق شوية بيحس إن فيه مسئوليات تانية غير زون السوشيال ميديا عموماً بيحس إن هو لأ ده فيه حاجات تانية فيه دراسة فيه شغل فالسوشيال ميديا بتقل بحبة حبة بس برضو لها أهميات كتير فعلاً هو مذاكرة وحاجات عليها كتير برضو تمام أولا إيه المميزات وإيه العيوب اللي انت شايفة في السوشيال ميديا؟ طبعاً يا بدي على الوقت جامد جداً يعني أنت بس بالأفاتح تشوف حاجة بس كده تلاقي الدنيا الليلة وانت بتشوف الحاجة طبعاً بتأثر طبعاً على مستوى الشغل وبيتأثر على مستوى الدراسة لو أنا كنت طالب فطبعاً هي مدررة يعني لو بتحسن هي بتعود يعني لما بتعود تفكر مع نفسك بتحسن هي بدي على الوقت اه طبعاً أوكي لو برا انتوك الشغل بدي على الوقت جامد تمام سيمو ايه؟ تحسي بدي على وقتك فعلاً؟ اه هي بدي على وقت يعني أغلب الوقت بستخدم سوشيال ميديا يعني لو أنا حتى في البيت وقفة بعمل حاجة حتى لو أنا أضف بيت لو هعمل حاجة أنا طول الوقت لأ مش عشلة سوشيال ميديا بتفرج كل شوية هي بتاخد من الوقت كتير قوي طب سيمون حاسة سوشيال ميديا ليها أي إيجابيات ولا هي بس بتاخد الوقت؟ لا هو ليها إيجابيات طبعاً بس بتضيع وست حاجات ثانية كتير وحشة يعني دلوقتي عم لا بوص على الموبايل أنا عايزة أغدو مش قادرة لا عايزة الموبايل بس هي ليها إيجابيات طبعاً من غيرها أنا تقريباً بحيث أن أنا محبوسة مش عارفة أشوف العالم بس سلبياتها كتير يعني ممكن وإحنا أعزين مع بعض ممكن بدل ما أكلم بحد صحابي بمسك الموبايل واتشات معي رغم أنه قدامي آه ده حقيقي ممكن لو لقيت حد أنا محتاجة أن أساعده ممكن أصوره ونزله على الفيسبوك رغم أن أنا في إيدي أساعده من غير ما أصوره ونزله فسلبياتها بتغطي على الإجابيات كتير قوي طب حد بيستعمل السوشيال ميديا في شغله؟ آه أكيد وفي الدراسة وفي الدراسة أيضاً يعني ما قدرش أخش الجامعة من غير السوشيال ميديا ما بقاش فيه كتب بقى والكلام ده بقى الموبايل بقى هو الأهم واللابتوب أقولها بتستعمل السوشيال ميديا في شغلك؟ آه طبعاً ده هي أهم حاجة في الشغل السوشيال ميديا والواتساب والحاجات دي هذه الاتفاقات كلها بتهمها على الواتساب طبعاً يعني اللي ظهر كلامه يتعرفش وكذا طب إيه في برونيا أكتر البرامج اللي بستعملها في شغل السوشيال ميديا؟ الواتساب والإنستجرام بحبهم فيه حاجات بقى بالنسبة الإنستجرام مين بقى فيكو بدايماً ستوريز بقى أو أكلتق النهاردة واللبستق النهاردة وخالج مع مين النهاردة يعني فيه ناس حياتها كلها الشخصية على السوشيال ميديا لما بتشوك مين فيكو كده ومين فيكو بيتعامل مع الناس اللي كده بتعمل كيف؟ يعني ما بحبش قوي أن أنا أنزل كل حياتي وكل أصراري على السوشيال ميديا بس أنا بشوف كتير قوي كده درجة أن أنا بقيت بعرف أخبار إصحابي وناس قريبية ممكن أختي أعرف أخبارها من على السوشيال ميديا مش إنها تتكلم معي للأسف الموضوع ده وحش قوي أن أنا يعني ناس كتير جداً بعرف أخبارها من السوشيال ميديا بس لهو إيه ده؟ إزاي ده حصل؟ إيه ده إمتى؟ ده فين؟ ده إزاي؟ فهي ده الفكرة وفعلاً فيه ناس كتير جداً تقريباً كل حياتها على السوشيال ميديا اللي هو أنا أكلت النهاردة كذا شربت النهاردة كذا خرجت النهاردة في الحتة الفلانية فبس ده أوفر شوية يعني آه نستعمل السوشيال ميديا بس مش الدرجة أن أنا تبقى حياتي مكشوفة قدام أي حد كده آه يعني غالباً لما أنا أستمتع باللحظة اللي أنا فيها على قد ما أنا أصورها وأسايف اللحظة دي لا أستمتع باللحظة لا أستمتع باللحظة لا أستمتع باللحظة قبل ما نأتي بس أنتوا رأيوني يا شباب أنتوا كلامكم متناقض شوية يعني أنتوا مع يعني شايفين الأضرار بس ما بتقدروش تستغنوا على السوشيال ميديا وللأسف هي يعني أريد أن أعرف بقى المعادلة دي يعني أنتوا فكروكو كده بس في نفس الوقت مش قادرين تستغنوا عنها هي بنسبة إدمين شوية أوكي إدمين إدمين سوشيال ميديا أوه لا هي هو أعتراف فعلاً أي حد عموماً بيستخدم السوشيال ميديا حتى دلوقتي الأبباط والأمهات على فكرة اللي دخلوا في المجال جديد اللي هم مش قادرين الفون كده تحسين هو بيستحابي فيه جذبية خاصة كده إحنا كلنا عندنا بابا وماما وخالته وعمته وطنطبعه مع السوشيال فجأة لقيت جارتي عمدالي الحجة الكبيرة ليه كده بس يا حجة هتعرفي كل أخبارنا فبتأكسبتوا الناس حتى الكبار بتحسوش أن هم هيبقوا بيعملوا عليكم ركابة بقى ركابة بقى يعني هم ابتدوا في الأول اه ركابة بقى وبتنزل ايه وفي ايه وطنطب مش عارفة ايه وبنت اتنزلت ايه مين ده بقى بس ابتديت بقى نعمل بلوك بس رجعنا بقى نعمل بلوك تاني لان هم بقوا يعملوا كده مشيحنة اه يعني هم كمان انغمسوا زينا اه دي حقيقة يعني ماما هافصل عنك الروتر ماما عادي مانسوية لا مفيش خلاص تتفرج على وصفات الاكل بقى اه بس يعني تي اكتر حاجة اه لا ما هو وصفات الاكل مش عارفة ايه طيب انا بفيدك اهو بعملك اكل جديد طيب بولا اقول لي انت بسلا لو شفت حد قدامك ماسك التليفون وانت قاعد بتتكلم معاه يعني انا دلوقتي انا وانت قاعدين بنتقابل في حتة لقيتنا كل شوية مسك التليفون وعمل ارد او ابص على حتى اتابع الفيسبوك ولا انستجرام ده حاجة بتستفزك ولا حسب يعني لو انا خارج مع صحابي وكده بدايق اه وناخد التليفونات من بعض في اول خروجة ونحطها باسكت زي ده كده اه نحطها في عربية حد وكده لحد ما نخلص خروجة بعد كده كله حادي نمسك تليفونه تاني اه عشان طبعا حاجة دايق احنا يعني بتستفز من الحركة دي اه طبعا ايه دوتا بتعملها في كم حد بقى لو انا مش عايزة بقى يعني مش حابب المكان او القاعدة بقى بعمل كده طبعا يعني لازم مهرب من الموقف والناس بقى امسك التليفون يعني اه يعني احيانا بيكون هروب ان انا لو قاعد فقاعدة مش قد كده امسك التليفون واسرح منه شوية بس بات مهروشة قوي الحركة دي مفهومة يعني امسك تليفة يعني طيب قلونا نروح لحتة تانية وهو شكل البروفايل بتاعنا يعني كل واحد ليه شكل البروفايل بتاعه على الاكاونت بتاعه يعني انا معصلا حياتي الشخصية كلها السوشال ميديا اه لو مسكنا البروفايل بتاع سيمون اه لا مش حياتيش هنلاقي شير حاجة معينة لا بالعكس يعني انا ابتدت بقلي فترة كبيرة مش مش حابب فكرة ان انا انغمت في السوشال ميديا درجة ان حياتي الشخصية تبقى على السوشال ميديا واسراري كل الناس تبقى تعرفها من حاجة بسيطة شكل البروفايل بتاعك ايه؟ شكل البروفايل بتاعي عليه حاجات شير عارفة في ناس تبقى طول ما هي قاعدة شير لا انا البروفايل بتاعي مفوش حاجة غير ميموريز بسيطة مش كتير اوكي مفوش حياتي الشخصية قوي بتكتبي حاجات؟ كل فترة مش دايما صور اكتر صور اكتر اه ايه؟ بس يعني سيمو ايه؟ بروفايلك شكله انا برضو مش بقعد طول الوقت اشعر حاجات وانه كل الناس تشاركني كل تفاصيل حياتي بس يعني ممكن انازل كل فترة وفترة كده الصورة ممكن اكتب بوست مثلا عن حاجة بس ده كل فين وفين يعني مش دايما ببقى عادة بعمل كده تمام بولا انا الصفحة عندي كلها كوميكس وحاجات تحليك بس كلها كوميدي كلها كوميكس او كورة بس ما فيش حاجات دانية حلوة نوعات البروفايلز بتبسط الفينز بريعا اه اه في برونيا بيبقى على حسب نوع الابليكيشن يعني مثلا الفيسبوك كله برضو تهريج وكوميكس وشير طول ما انا قاعدة بالهو حاجات دحك ورياكتد اللي انستجرام معروفة هي صور بس صور وستوريز وتابع بقى اي حد من المشاهير بتوع العالم عموما ونزل انا كمان الصور بحبها كل فترة وفترة الواتساب ان انا كلم صحابي وكده فبتبقى على حسب نوع الابليكيشن ماليش صورة معينة للبروفايلز اعرفين فيه حاجة بتستفزني جدا انا شكل الاكاونت بتاعي ان انا بحب اكتب كل يوم حاجة لايه حد بعد دزقتين ام عمل اخد كابي بيست للبوست دوت اعمل اعمل لايك عشان نزمت له ان اشوفتك على فكرة تكتب له كومنت ايه واجهه فكرة الشير برضو يعني عايزين نعرف فكرة الشير انا فيه حد عندي ما بيعملش حاجة غير ان هو بيشير يعني اللي هو مثلا متين شير في اليوم لا بتسوي الشير يعني بدايس على زرار الشير معلق عنده غالبا الشير افضل من انا اخد كوبي بيست ان انا بانسيب الحاجة لصاحبها اصلا اه طبعا بيتبقى افضل كتير يعني حاسين انه ممكن يكون السوشيال ميديا فتحت سوق عمل لناس كتير؟ طبعا جدا يعني دلوتي اغلبية الناس بقت مش هنزل ادور على حاجة معينة انا عايز اشتريها لا انا هدور عليها فايحة يعني على الفيسبوك انستجرام بيجيلي بقى ان المكان القريب مني بطلب اردر بيجيلي لغاية عندي ومش بتعب نفس حتى يعني ده لي افادا هو فيه ناس فعلا بتبقى مشغولة جدا انها مش فاضية تنزل تشتري الحاجة اللي هي عايزها مش فاضية تنزل تشتري هدية او حاجة فانا اطلبها ويجيلي بس يعني ده افضل بتشتري حاجات اونلاين يا بولا؟ لا عمري بتخاف او لا؟ اه 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 بتخاف من كواليتي المنتج انت تشتريها يجب انشوف الحاجة قبل مشتريها وواف قدما اشوف انا انا هبقى فيها بس السوشيال ميديا دلوتي فيه حاجة حلوة انت بتشوف اراء ناس كتير جدا على المنتج دوت الريفيوز اه بس فالتي حاجة حلوة يعني انا مش بشتري حاجة كده مرمية وخلاص يعني كذا حد تجربها وكذا حد تشتريها والكواليتي حلوة وناس مش بس اطلب صاحب المنتج ده لأ ناس كتير سيمو تشتري حاجات من الفيسبوك و اه اي اه تشتري حاجات اونلاين اونلاين اه 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 انا حاجة البيت ان احمد كم حاجة البيت كلها مش محتاجاها وبعد ما اجيبها انا اقوم اعامل ايه انا تركتوا اقوم ايه انا بایه حاجات دي طب إيه رأيكم نطلع للفاصل ونرجع مع دكتور كريستين مخايل دكتورة في الجامعة البريطانية ونرجع تاني نكمل كلامنا عن السوشيال بيديو اشتركوا في القناة 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 وانهم كانوا مستمتعين بوقتهم اكتر وهم اكتر نشاط وحماس دكتورة كريستين برحب بيكي دكتورة كريستين مخايل مدرس بكلية الاعلام بالجامعة البريطانية أهلا بك أهلا بكم منورانا يا دكتور مرسي لكم دكتور كريستين كنا عايزين نعرف السوشيال ميديا إيه هي دلوقتي في حياة الشباب خاصة اللي عند حدريك مثلا في الكلية بيتعاملوا مع السوشيال ميديا ازاي غالبا 24 ساعة يعني فعلا أنا ما لقيتش وحتى الدراسة على ميراندا قالتها ما لقيتش قصة إنه إحنا لو جيت سألت حد إن أنت قاعد أسبوع أو يومين مش بتستخدم السوشيال ميديا هلاقي لأ بس الحاجة الوحيدة اللي ممكن لحظتها من الطلبة عندي إنه ممكن إنه هو ما ينقطعش على كل البلاتفورمز فهتلاقيه أقول لك لأ أنا ما عنديش أكاونت على الفيسبوك ومش عايز وأنا عملت دي أكاونت بتاعي بس ستيل أنا موجودة في الانستجرام يعني هتلاقيه لازم متواجد فما لقيتش قوي لانقطاع الكامل عن كل السوشيال ميديا در عند حضرتك طلبة على البروفايل من الفرينز بيتعاملوا مع حضرتك ازاي بقى شوية بيبقى الموضوع مختلف أحيانا كتير بيبقى لايكس على حاجات مثلا إحنا إفانس حضرناها سوى أو الكلام ده كله أو فجأة بقى وقت الامتحانات تلاقي حد بيبعتلك مثلا إن دكتور أزاكر معرفش تلاقي أسئلة شوية مختلفة وقت الدراسة بس أكيد طبعا متفاعلين مع بعض مش بس في قصة أسئلة للدراسة أو الكلام ده كله لكن أكتر إن إحنا لو فيه إفانس مشتركة لو حد عنده مناسبة معينة هما شايفوا إن أنا مثلا كنت في كونفرنس أو حاجة فلازم هي بس بيحسوا إن حدرك رقابة عليهم لا 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 خالص عايزة تقالك كمين يا دكتور إحنا ليه بقى إنا نحكي مشاعرنا على سوشيال ميديا يعني هل ده شيء صحي إن أنا أكتب كل حاجة الخروجات الفوسح الأكل اللبس الجديد اللي أنا جبته هل دي ظاهرة صحية؟ هو أنا بشوفها مش صحية لمدى معين يعني مثلا لو أنا عبرت عن مشاعري تجاه موقف حصل والموقف ده اجتماعي وحصل لكل ناس قضية معينة أو حاجة زي كده وعبرت عن مشاعري فيها ما فيهاش مشكلة لكن أنا عبر عن مشاعري بصفة مستمرة وإن كل حاجة بتحصلي دي الإكستريم شوية اللي بحس إن هي مش صحية ما فيهاش مشكلة لو تعرضت الموقف يعني قبل ما أدخل مثلا هنا حد قالي آه ممكن لو أنا عندي مشكلة مع مديري أو مع بابايا أو مامتي بس أنا عنديش منفز إنه أنا عبر عن اللي حصل لي فلو عملت الموقف ده مرة ما فيهاش مشكلة لكن ما يبقاش بشكل مره دي لإنه ده بيبقاله توابع في رائي لأ صعب خالص إنه أنا كل ما حتنفس إنه أنا آجي طب إيه الهدف؟ يعني دايماً لما عبر عن مشاعري أكيد إنه أنا ليه هدف من ده هل أنا محتاج الناس اللي هتشوفني كأرايبي أو أصدقاء ليه على الفيسبوك إنه يتفعلوا معي يتعاطفوا معي ولا الهدف إنه أنا بس بقول لك أنا موجودة وأنا مستاءة دلوقتي كتير مواقف خليوني أقول لك بجد مواقف حتى شخصية بلاقي إنه حد كتبت بنوتا إنه كتبت مثلاً هي زعلانة جيدة feeling sad آه feeling كثير مش عارف إيه بس ده يعني بس ده ناتج مثلاً إنه كل اللي حوليه ما بيستعملش غير السوشال ميديا كل اللي حوليه ما بيعملش غير كده فأنا ما عنديش مكان تاني أو باب تاني إن أنا أعمله غير إن أنا أعمل دايهم أو إن أنا أقلتهم ممكن طيب نقول بحاجة تانية ممكن يكون إنه إحنا ملقوش المنفذ اللي هم يخرجوا عنده المشاعر دي فبالتالي بطار إن أنا أعمل ده بس غالباً الواحد لو عمل ده مرة الموقف وردود الأفعال هتعجبه جداً وهيعمل ده مئة مرتين لو حس إنه كذا حد تعاطف معي يعني أنا زي ما بقولوكم الموقف اللي حصالي مساء إيه لقيت بانوتا كدبة وأنا ثابت علي خالص البنت متأثرة جداً واضح إنه في حاجة حصلت فأنا قلت لأ واضح إنه السوشال ميديا مش هقدر إن أنا أرد بس على الفيسبوك إن ربنا معاكي ولا الكلام ده كله طيب أرجع أشوف يمكن عندها مشكلة لقيت إنه هي لأ حاجة صبحية صبحية بشكل غير طبيعي إنه هي مثلاً خلاف بينها وبين صحبتها أثر معاها نفسياً إنه هي لأ هو أنا سعاد حيش إنه تبقى ناس عايزة تجذب الانتباه لها بأي طريقة أو تعاطف الناس معاهم يشوفوه من خلال البوست دي ممكن لو الناس انتشغلت شوية بعيداً عن السوشال ميديا وأنا حب إن إذا لأ هما بعدوا عني ليه مرة واحدة طيب خلاص فيه لينكتات حتى لو مغير أي حاجة ده بتحصل كمان لأكتر من كده الناس تكتب أنا حقفل الأكاونت فالناس بقى تعطي تدخل بقى لأ طمنا عليك أنت كويس لا بس الميزن هم بيقولولك قبلها بشوية صغيرين وأحياناً بيقول أنا بنقاطع لمدة معينة مثلاً وهرجعتيني بس واخد بريك مثلاً من السوشال ميديا قبلوني على الإنستجرام كنا بنتكلم قبل واحدة لك برضو تشرفينا مع الشباب عن ثقافة الشير أحياناً بنعمل شير لأخبار ما بنبقاش عارفين مصدقيتها إيه أو أي حاجة بنعملها شير شير في ناس بروفايل بتاعهم عبار عن شير بوست فأكون عايزين نعرف إزاي ننقي أو نختار الحاجات اللي فيها شير بنعمل لها شير ديبانز برضو يعني لما ببس على البوست اللي بنعمل لها شير طيب هو مين الشخص اللي بيعمل البوست ده أولاد ولا بنات لأن هي هتفرق جداً لو إحنا بنتكلم على شباب وإنت ممكن تقولي المعلومة دي شوية البنات هي اللي بتميل لتفاصيل أوكي فهتلاقيها هي وصلحولي هي اللي دي حقيقة صح؟ آه يعني هتلاقي إنه العامل الكبير على موضوع البوست أو الشير ده آآ لازم نحط في الاعتبار النوع آآ شوية تاني هم مش هاملوا بوست كأولاد مش هاملوا بوست كل شوية البنات عندها قدرة أن هي على مدار اليوم هتلاقيها هي أكتر الناس اللي بتعمل شير بتعمل شير بشكل مستمر بتعمل شير حتى لو ممكن لحظة تعمل حاجة رأي معيد وفي اللحظة الثانية رأي مناقد تماماً رغم يعني أنت رأيك ايه أطلق بس هتلاقيها بتنوع بس المهم أن أنا موجودة وبوست كتير أنا رأيي الشخصي شوية إنه أنا برضو إيه الهدف من البوست بتاعي؟ أيها هل أنا هشار معلومة إيجابية موقف إيجابي حصل لي ولا أنا بسبق الهدف أن أنا بشار وخلاص وفي الناس بتضحك وخلاص فاني مثلاً مثل بولا مثلاً معرفش بقى ولا بيقفت قومكس على طول أه لسه أي كده يعني يعني دي أكتر حاجة أنت بتعملها شار يعني أوه والكورة والكورة معلومات الكورة وتنفعولك مثلاً مع متشاط وحاجات زي كده أوكي إحنا بقى كبنات أكتر حاجة بنعملها الشار أخبار بقى الناس يعني أشوائي كثير أو أخبارك وشخصية أو الصور الحزينة أو الصور بقى البنات الرومانسيين الحالمين فتلاقي على طول كآبة على الفيسبوك أو ممكن بقى لحظت بقى الماتشاط عشان أكذب انتماعي الناس لأ شار بقى الماتشاط والحاجات زي بس حتى لو أنا ما عنديش إن أنا بتفرج على الماتشاط أو كده بس لهو عشان ناس كلها بتعمل كده السيمو قللي لي تايب أكتر حاجة بتعملها شار إيه؟ أنا مش بعمل شار يعني أكتر حاجة أوم انا أمليش فيها شار وفي درونيا هتجعلك تيمي بعمل شار كتير برضو كوميكس وحاجات زي كده بحب أن أنا بقى فاني على طول أنا أصلا فاني في حياتي عموما وفي أي حتة بيبقى غصب عني عايدي إلا هو ألا إيه حاجة يدحك بتحكوا معي سيمو كنت ستقولي حاجة أنا عايزة نفع كل الناس معي دعونا نكمل طيب كلام سيمو كنت ستقولي حاجة يعني انا شوية بتعمل ان انا بتفرج على حاجات الناس اكتر ممكن اعمل لايك انا زي سيمو او يعني لايك ممكن اكتب كومنت لو في حاجات عجباني اوي لكن غير كده شوية لا انا بكسر اكتب حبي بيرتدي اه 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 خلاص حبي بيرتدي معناها ديد طريقة الحديثة دلوقتي انه اغلب الناس بدل ما ترفع سماعة تليفون ان هي تقول للشخص انه كل سنة وانت طيب طب هبعت على الواتساب مثلا لا خلاص حكتب على الفيسبوك وخلاص على كده وجد نظر حدريتك طيب للمشروعات الصغيرة او المتوسطة حتى ان دلوقتي بدأت السوشال ميديا تساعدهم يعني الناس كتير بنلاقي بيج لكابكيك لليبس اونلاين لحاجات دي لطيفة خاصة اه اه دي انا بعمل بوست اهو او بعمل بيج على الفيسبوك مثلا بشارك في حاجة عمل انا بعمله كويس ايفن على فكرة مش بس انه انه بسوا البرادكت او حاجات انا بعملها لأ انا بلاقي ناس كمان بتعمل مثلا مبادرات ايه حزوك يعني في حاجات مفيدة جدا عندي حد زميلة ليه عاملت مبادرة حلوة خالص كتب عليها اصواتهن للسلام هي وغدة او الهدف بتاعها انه لأ انا هعمل المبادرة دي لمدة معينة هخاطب كل الناس على السوشيال ميديا ازاي اغاير الصورة النماطية لوغدنا عن المرأة ايفن هي المرأة نفسها انتي شايفها نفسك انه دايما بيقولوا اندباندن وومن طب المفهوم ده ايه فوغد شوية حاجات كده دي اقدر اقول ان انا بستفيد سواء هي ده بتعمله من خلال دراسة لها بفيد اللي حواليها باخد اكسبيريينس من ضمن الحاجات اللي هي فتحان هي بتاخد مثلا تجارب من الناس طب واحدة غيارت فعلا الصورة النماطية دي داخل اسرتها داخل مجتمعها داخل مجال عملها فدي بتفرق طب في حال ان احنا نوجه الشباب ان هم يستخدموا السوشيال ميديا بالطريقة الصح اللي حضرتك بتكلمي عليها انا بحيث ان هي لازم من الشخص احساسك انت ان انت اللي بتشوف انا بستفيد على مدار اليوم وللا ودايما بصراحة بقول حتى للطلبة عندي ان لازم على مدار يومك مش بس مصدرك هو السوشيال ميديا او التليفون المفروض ارجع لكتاب ارجع لنفسي اقعد شوية معاسلا اخصص وقت لنفسي ما يبقاش بس مصدري للمعلومات كلها هي السوشيال ميديا اخطوصا ان فيه للأسف معلومات كثيرة مغلوطة والناس بتشير من بعض وفي الاخر بنكتشف ان اصلا مفيش موضوع او السورس بتاع الخبر دوت وهمي او قديم فبيبقى حاجات مضللة حسن طبعا اكيد لا بس غالبا الواحد لما بيتعد عن السوشيال ميديا بيحس ان هو محبوص ولما بيرجع بعد فترة يمسك الموبايل لا اذا انا كنت فين كل ده حصل امتى توازن يبقى انا بحس في وقت ان هي محتاج لانا لا ابقى من الناس المتواصل فاتح السوشيال ميديا ولا انا منقطع عنها حلو ان انا ادخل واشارك واعمل لايكس لاصحابي واشاركهم في ايفانس بتاعتهم وانا كمان احط بوست الناس تستفيد منها بس مش بشكل ادمان ادمان دكتور كريستين هل السوشيال ميديا اصبحت بديل الاعلام او السوشيال ميديا بقت جزء من الاعلام والمنظومة الاعلامية لسه كنت بكلمة على القصة دي ولو انتو هتاخدوا بالكم تابعينها لو كارنناها بالوسائل التانية هناخد مثلا الصحافة اغلب الصحف المصرية بيتامل ايه؟ او الصحف الكرامية او اعايزي تارجت الناس اللي لسه بتحتفظ بالوراقيات وفي نفس الوقت لازم يعمل اونلاين بس اكيد فوق البيع الورقي قل عن زمان كتير جدا جدا فبالتالي على شام ميه فنش خالص طبعا هنرجع برضو لقنوات التلفزيونية هتلاقي انه برضو ام بي سي ماصر او اي قناة من القنوات مثلا لأ بيعملوا نفس القصة بيعملوا كل البرامج بتاعتهم لازم بتتحط فهو طبعا فرقة لان الاستهلاك نفسه على السوشيال ميديا كيوزرز نسبته هتبقى اعلى من التلفزيون لانك لو سألت الشباب دول تفرجوا على تلفزيون ولا لأ لا حتى المسلسل اللي عجبهم هيقولك انا هتفرج عليه على اليوتيوب مش عايز اعلانات لا او لأي سبب فطبعا اثرت على الوسائل الاعلام التقليدية اكيد اثرت بشكل كبير جدا ده اللاحي خلينا ننقل السؤال التاني اللي هو هل السوشيال ميديا اصبحت رأس مالية وفيه بنتكلم على اعلانات و اغلب الشركات هتلاقيها لازم لها اعلانات لازم محدودة على كل البلاتفورمز السوشيال ميديا هتلاقي كل شوية اعلان طلعلك او حاجة على جنب بيعرفك ان شاء الله اللوجو لو ما عملش اعلان لنفسه وقال عندي عروض كذا لازم هتلاقي اللوجو تاو هو الاعلانات دي على فكرة بتجيب نتيجة اكتر من اعلانات التلفزيون والحاجة دي وما تنسوش حاجة انها ارخص طب هل ده صح هل ده صح ان احنا نستخدم السوشيال ميديا كا اعلان بديل زي ما ميراندا اشارت لو اصدق الشركات نفسها اساسي لازم يستخدموه اساسي لانه انا مفروض الهدف بتاعي ايه عشان استمر لازم يبقى عندي كطاع كبير من الناس طب انا الكطاع اللي واقع مني مثلا في التلفزيون لا انا هاخده في السوشيال ميديا لو انا مواخد مثلا بطارجة ناس معينة كبار في السن لا في السوشيال ميديا هاخد كطاع كبير من الشباب فلازم يشتغل على كل الدول طيب احنا معانا دلوقتي مدخلة من مصطفى من ادبايس سيكرز مصطفى ازايك؟ كله تمام ازاي حضرتك؟ الحمدلله مصطفى كلمنا عن المبادرة بتاعتك ازايك يا مصطفى كله تمام كلمنا عن مبادرة يا مصطفى ايو ادبايس سيكرز بدأت في 2014 من عمل حملات ديت دلق نومبر بقى لنا ست سنين من عمل حملات المدافذ وجامعات وايفنت حوالين مصر كلها ايه اللي دفعك يا مصطفى انك تعمل المبادرة دي وانت كان سنك وقتها تقريبا 16 سنة انا كان ستني 16 سنة انا ما بدأتها بالزبط ايه اللي حركك انك تعمل المبادرة دي؟ من عشر سنين من كم يوم انا كان عندي صحبة في المدرسة كنا بس عشر سنين هي انتحرت من التنمر اه فانا كنت يعني زعلين اويل طبعا انا بستقرد اه واحدة كانت صحبتي اوي وكننا منلعب مع بعض كل يوم وكانت الصحبة الوحيدة اللي هي في المدرسة اه فما كنتش عارف اعمل ايه اه بعدها بكم سنة اه فكرت في اه اللي انا عايز اعمل حاجة اساعد الناس بها اللي هو فيه ناس كتيرة حوالين العالم بي اه بيجيلها تنمر وبيبقوا مكتئبين اه ومش عارفين يعملوا ايه في حياتهم مش عارفين ازاي مفيش ناس تساعدهم اه فانا كنت عايز او بالانسان البساعد الناس اللي بيروحوا في التنمر اه بيجيلهم تنمر بيبقوا مكتئبين اه مش عارف عندهم مش حد يكلمهم اه فانا قلت انا عايز ابدأ ادفايس سيكرز اه الوحدي كنت الوحدي اه اه لمدة سنتين اه انا بس بروح هالجامعيات اللي مدارس اه بعمل الحملات دي اه بعدين فالفين وستاشر اه جبت ناس من فيسبوك روحت عالسوشيال ميديا وكتبت اه هالوال بتاعتي اللي انا عايز ناس تيجي تساعدني في المتطوعين يعني تيجي تساعدني في ادفايس سيكرز وناس كتيرة ردت علي وقالولين اللي هم عايزين يساعدوا ناس كمان انتو قد ايد الوقت التين بتاعكو نعم التين بتاعكو قد ايد الوقت تقريبا احنا حوالي 25 واحد خائز انا عايز اقالك سؤال يعني انت النهاردة بعد لما حققت الحملة دية والتوعية دية تحسست بايه النهاردة يعني ايه الخطوات اللي انت اخدت على ارض الواقع احنا اخدنا خطوات كتير اوي وانا انا كمشطفى انا عارف التنمر ده مش هيبطل يعني ناس كتيرة تبقى متمرين وفي ناس كتيرة يكتابوا في ناس يعني مش هتوقف بس احنا عندنا يعني عندنا بوينت اللي احنا نعمل الحملات دي عشان نساعد الناس تعرف ايه التنمر ده وان برضو نساعد الناس ازاي يعملوا ايه عشان يبطلوا تنمر ده في المدرسة او يقللوا حتى التنمر عشان التنمر مش هيبطل يعني تنمر بقالوا عشر سنين دلوقتي يعني من عشر سنين واحدة يعني انتحرت عشان التنمر وبعد عشر سنين في لسه واحد في المدرسة بيجي له تنمر يعني يعني هو مش هيخلص كم حد عملكو فالو يا مصطفى كم حد عملكو فالو على البيج بتاعتكم احنا عندنا ستة عشرين الف واحد فالو على البيج طيب حبين الناس تتفاعل معاكم ازاي على السوشيال ميديا نعم حبين ازاي الناس تتفاعل معاكم على السوشيال ميديا وتعرفكم اكتر احنا يعني احنا بنعمل ساعد فرموشن كل ايبنت بنروحوا او كل حملة بنروحها بنقول الناس عندنا فيسبوك بيج عندنا منعمل فيديوز توضعوا فلايرز على الناس لما بتكونوا في اي اي ايبنت بزبط طيب يا مصطفى برابو عليك احب ان بقى نشوفك يا مصطفى بفعلا فنورتونا شكرا بحقيك وبرابو عليك ان انت قدرت تتحقق حاجة زي كده وما تكسفتش انك او ما خفتش تبدأ لوحدك من كذا السنة وانتو دلوقت وتيم خمسة وعشرين حد فكرة التوعية برضو ان احنا نعمل صفحات للتوعية فدي فكرة اه خلونا نطلع الفاصل ناخد بريك شوية ونرجع تاني نكمل كلاما اشتركوا في القناة من العلم ده فعلا بجد انتشر بشكل يعني حتى كمان لو تاخدوا بالكم مصطلحات يعني احنا بقينا دلوقتي الشباب بتاعنا مكانش يعرف يعني تراند وهاشتاج والحاجات دي كلها بشوية دي تمرنوا عليه وبقوا خبرة فيها ده بجد بحيث ان هما كل شوية هتلاقي مصطلحات احنا كمان بقينا نتدولها معهم مايخلاص هي دي المسمى بتاعها يعني التراند بايزوي هي اللي بدأت البلاتفورم اللي بدأت فيها كتويتر ولزال اكتر البلاتفورمز اللي بتستخدم التراند هي التويتر اكتر انا لازلت بقول ان هي ممكن برضو تبقى ميزة في حاجة حسب الموضوع بتاعها فلو هي الهدف تاعها توعية مفيش مشكلة خالص لكن مثلا تلاقوا الحاجات الفكاهية اللي بتحصل واكيد انتوا عارفين مثلا من ضمن الحاجات اللي كانت معقولها التراند تاع مصطفى بوتورطة اه التراند ده برضو انتشر بشكل غير طبيعي بس مين اللي استفاد بيه لو تعرفوا توابعوا بعد كده يعني المحلات اللي هي بتاعت اه المحل اللي كان جايب اكيد منه التورتة بلا لا بقيت كمان المحلات بقيت المحلات حد دلوقتي بقوا يقدموا الشركات التانية بقوا يتقدم هدايا للبنت دي مثلا اتخطر بس تعمل دعاية لنفسها لكن متخيلين الوضع يعني هو كان المقصوب بي حاجة قصة حصلت وهم ملهمش دعا كمحلات ملهمش علاقة بالكصة خالص بس اوش انا اطلق عليه مصطفى ابو تورطة فالناس استفادت بيه فانا ارجع واقول بجد لو هي هدفها توعية اشارك واعمل تريند ما عنديش مشكلة ويزيد وكل حاجة لكن لو حاجة لا مالهاش فايدة واغلب الترينز لو تاخدوا بالكو برضو يقيمة بتهتم بالكصص دي يقيمة بتهتم مثلا بحد من السلابيرتيز انا ديسه كنت عايزة اسأل الشباب بزبط الكورة بزبط ودروات كمان الانتلوانسرز يعني مين اكتر انا عايزة اسألكو بقى مين اكتر انتلوانسرز اللي بتتبعوهم؟ يعني شرط مين عشان ما تقولي شرعي كتير انا ماشي اعلانات لناس كمان لا انا اكتر حاجة بتبعيها مثلا الموضة والناس الاجانب بشوف طريقة لبسوهم بحب ان انا اتابع ده اول بأول بحيث ان انا لو قعدت فترة ما اتابعش ده اللي هو مازي حاجة ايه ده وانتوك جبت كل اللبس ده منين مثلا او ايه ده كله لبس دي بضني خت بسيط كده عشان بس يشوت كدة пользовاء حاجاته الحديثة يعني عمزة عارفة ان كل لبسه بيجبوه ده اصلا اعلانات يعني ابن الم lamam المasty بتهيهم الحاجات دي عشان بس يشوت كده للناس و يا عمزة و ننجحوا فى انها ننجحوا وهما حبيب ده لديهم دوليب مليانة من غير يدفعوا جنيه واحد فيها حياطا لن عمزة انها يزارف الولاد يساً، أتفضل، أتفضل، أنا أمتلك فعلاً أن هي بتفع من الولاد للبنات بشكل غير طبيعي يعني ممكن أتابع مثلاً حد من المواصلين أنا بحبه طبعاً لعبت الكرة، ممكن أتابع شوية أخبار كده شوية أخبار الكرة، حاجات كده برضو إحنا عمودة وليبس وحاجات كده طيب في برونيا بتتابع يمين أكدر؟ برضو هما برضو زون الأجانب والفاشن والحاجات دي عشان هما يعني كويسين قوي في النقطة دي وبرضو الأجانب برضو زي الناس برضو اللي بتنزل ترينز زي دلوقتي شاو ماندز وكاميلا كابايا الناس دي برضو وبحب أتفرج عليهم، بحب حياتهم يعني أنا عارفة أن أنا شايفها من بره بس بس هي من بره كالمجمل كده لطيفة لطيفة دولي، لطيفة، لطيفة دكتور لو عملنا تقسيمة للسوشيال ميديا نجد أن هناك مستخدمات تستخدم في بلاد وبلاد تانية بتتقدم أكتر يعني نجد التويتر في الخليج وفي دول معينة فيسبوك في مصر التقسيمة بتأتي منين؟ من اليوزرز؟ يعني أكتر اليوزرز لو بيعملوا مثلا سيرفي أو أي حاجة بيشوفوا أكتر الحاجات اللي بتستخدم يعني بحيث برضو أنتوا تقولولي أنه الفيسبوك أكتر والإنستجرام والواتساب أكتر الواتساب بقى سوابت لأنه خلاص لكن مين اللي البلاتفورمز دي بقى اللي هي مثلا تويتر وأنه أنا أحط تغريدة زي ما بيقولوا أو تويت أو حاجة زي كده الفيسبوك فالن أكتر والإنستجرام أكتر والإنستجرام أكتر والإنستجرام أكتر وأنهما زي ما بيقولوا أنهما بيتابعوا الموضة ومش بس جوة مصر أنا ملاحظة أنهما هو متابعين بره كمان فبالتالي دي أكتر الحاجات البلاتفورمز اللي هما بيستخدموها فأكيد ده بيبنلوهم عدد اليوزرز يعني إحنا الحد دلوقتي معلوماتي للفيسبوك مثلا مليار يوزر فالعداد دي طبعا بتزيد وبلاس حاجة تاني الشباب اللي في الجامعة دلوقتي انت هتلاقي الأقل بقى ألف سنوي بيزيد بدل ما كنا بنستنى بس أن السنوي هما المجال ده الشباب السن ده هو اللي بيستخدموا كمان دلوقتي انت نزلت لعداد دي فخلاص ان انا ابني عنده أكاونت ويعرف استعمل كل حاجاتي وهو عنده ثلاث سنين والحجة اللي بيلعب جيم أونلاين يعني هذه الحجة لا وبعدين انا عايزة بجد اتكلم في النقطة دي تفاخر الأهل ان ده أنا سنة ونص وبيفتح كل الابليكيشنز واكنه بقى حبيبي مخترع زره طب ما هو حافز الامج وبيمشي وراء الصور اللي هو شايفها بس مدى تأثير بقى ده على الأطفال تأثيره صعب جدا وعلى لونج ران هيبقى في مشكلة لسبب مين اللي ابتدى للولد وعرفه الفيسبوك الأهالي هي كتير من الأهالي لو عنده ابن لسه مولود بيحط الصور بيعمل أكاونت لابنه أو بنته وبيبتدي ان هو الأكاونت ده باسم الولد حتى لو هو مش عارف يستخدمه دلوقتي غاية لما بيوصل زي ما يميرانده بتقول سنة ونص أو سنتين لأ انت عندك أكاونت حط الصورة حتى لو مش عارف هو بيوجهه انت محتاج تعمل كذا شوية بشوية الولد لو انت سبت له تليفون أو البنت هي الوحدة هتكتشف غالبا الأمهات بتستسل الموضوع ده يعني تلاقي الولد أو البنت دي طريقة مطورة وكده فخلاص خليكوا مع المباري لو أنا عايزة نشغل بعمل معين عايزة عامله وابني بيزن جنبي أو بنتي فأكبر وسيلة نمع عاملها خد الليفون بزبط فدي طبعا عايزة أقولكو دي بتوصل حالات للتوحد ومشاكل الأهالي نفسها دلوقتي على فكرة هي اللي بتوجه وتيجي لما تلاقي انه ابنه مر بالتجربة دي فعلا وان هو عانى معاه عشان يخليه ما يصرخش لما يتاخد منه تليفون أو إزاي أشيله منه بقى دلوقتي هو اللي بينصح يا جماعة خدوا بالكو ما تدوش ولاتكم تليفون أنا ابني حصل له كذا أنا دلوقتي ماشي مع دكتورة مع بنتي أو ابني علشان نخلص من الكصة دي يتعافى يتعافى وتاخد وقت للأسف دي صعب خاص أنا عايزة الحاجة من الصغيرين بقى الكبار يعني إحنا ساعد برضو إحنا عانزين وقت عيلة ناس كبيرة قاعدة برضو السوشيال ميديم أثار علينا فإيه الحل إحنا كناس كبيرة قاعدة واستعيلتنا مثلا يوم حد يوم جمعة أين كان نخرج إزاي من المشكلات دي أنا رأيي إنه الأهل نفسهم هم اللي يقولوا إنه تعالوا ناخد نص ساعة وقت الأكل وإحنا بنتجمع مع بعض ما حدش يستخدم تليفون حتى لو يعني 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 كل حد فينا أين كان مركزه ولا شغله ولا اهتماماته ولا الكلام ده كله إيه اللي هيجرى لنا لو إحنا قعدنا نص ساعة مش يحصل حاجة لو ممسكتش تليفون فده زي التدريب والتدريب ده شوية بشوية بيزيد ما ينفعش ناجي أقول لهم دلوقتي لأ يلا هنسيب الموبايلز وما حدش يعمل أي حاجة بتفاهم وإحنا زي إن إحنا في البيت كأسرة مع بعض يا جماعة إحنا ملاحظين إنه إحنا ما بيناش نقعد مع بعض ما بيناش نتجمع مع بعض ويعني فين أنا أتكلم ولا أن أنت أتعبر لي عن مشاعرك أو أن أنت عندك مشكلة وتكلميني فيها لأ تعالوا نتفق ونلتزم كلنا بالاتفاق ده خلاص مش بس حاجة إنه الإتفاق ده مش ألاقي إن أنا كأم قلته وأنا مش مطبقاه فالولاد سيفرق معاهم الكصة دي حتى لو في الجامعة طب مامي إنتي قلتي كذا بس إنتي ما عملناش ده ده إنتي جالك ليفون وأمتي الالتزام يبقى مشترك طبعا وأهمية إنه إحنا نقعد مع بعض نرسخ الفكرة ده دكتورة كريستين نوارتينة ونوارتينة بمعلوماتك ربناك عليك مرسيين وبجد مبسوطين حضرك معينا النهار ده وأنا كمان مبسوطة ومبسوطة بالشباب وبيكو طبعا نشكرك يا دكتور إحنا هنطلع على فاصل نشوف فيه رأي الشباب في مصر والدول العربية عن استخدامهم للسوشيال ميديا ونرجع نكمل كلامنا معاكم تاني عندي أكونت على الفيسبوك وعلى الأنستا وتويتر كنت عاملة زمان بس مش بفتحه من زمان يعني عندي فيسبوك عندي تويتر عندي إنستغرام آه عندي فيسبوك أولادي عملولي فيسبوك مسينجر الواتس الواتساب هو اللي أنا من خلاله بتتسل وبعمل علاقات يعني أنا عندي أكاونت على فيسبوك وأكاونت على تويتر عندي أكاونت على فيسبوك وواتساب بس محظوظ جدا جدا بس ده سلاح زو حدين طبعا احنا جيل محظوظ أه بالسوشيال ميديا وفي نفس الوقت مظلوم بالسوشيال ميديا لو هو ما عارفش يتعامل معاها صح مش محظوظ للآخر هو طبعا عمل كل العالم قرية صغيرة جدا بمعنى الكلمة بس ده مش حظي يعني لأن حاجة من ضمن الحاجات اللي وقعت هي فكرة إنه هو بيأكل الوقت الجيل ده محظوظ ومش محظوظ وحاجات حلوة لو استخدمها صح النسبة لأولادي غيرت بالسوشيال ميديا الدينية لكن العالمية طبعا ما ضيعت ما غيرتش المحبة قلت جدا ما بين الأباء والأمهات وبين أبنائهم كل حاجة بيأت على السوشيال ميديا مشاكلهم مشاعرهم أفكارهم لما يحب يدور على معلومة لا واخدها واخدها حيث كبير يعني أقدر أقول هي بيأت environment بالنسبة لهم وعايشين وصليها موسيقى أنا واحد من الناس بقول إن أنا استمتعت بالوقت اللي أنا كنت فيه ومكانش فيه السوشيال ميديا كنا متربطين أكتر كنا بنلعب أكتر بألعاب مفيدة أكتر كتير لكن طبعا السوشيال ميديا سهلت حاجات كتيرة جيدة وأكيد لهاي الناس باستغلال الاستفادة أكيد هتبقى حاجة كويسة لا هو زمان في جيل أنا ما كانش فيه أساسا سوشيال ميديا كانش فيه كانت لغة التواصل بيننا يعني أقصاها التليفون ما كانش فيه الفيسبوك والحاجات دي بقول لهم طول اليوم ده هما طول اليوم معديننا تعريبا يعني أكتر من خمس ست مرات لما بيكونوا عندي في البيت طبعا طول اليوم أقول لهم كفاية كفاية لإنه هي بتسحبهم وبتكذبهم وبيقضوا وقت طويل قوي يعني لما يبقى قاعد ست ساعات مسك الموبايل حتى لو معندوش حاجة بقول له لا طب يعمل حاجة مفيدة يعني أعمل نشاط مفيد مش كل حاجة الموبايل آآ بقول لهم كتير قوي قوي بطلوا وبطلوا وبطلوا شوية شوية لو ما اسمع ترنيم خدمة في ما أقول لهش كفاية لكن لو شايفان ما أعمل لايكات وحاجات زي كده أقول له كفاية مرات كتير قوي لدرجة إن أنا يعني آخر ما بزع بحاول إن أنا أخب الموبايلات أو أقفلها وقت المذاكرة طبعا بنقول له كتير رجعنا ليكم مرة تانية وبنكمل كلامنا عن السوشيال ميديا ومنورنا في الستوديو أستاذة نادا حسيب بفاوندر من أس سي سي أل ستوديو صح كده؟ بالضبط كده طيب نادا كلمين أكتر عن شغلك أس سي سي أل ستوديو هي الفكرة بدأت من إن إحنا كنا بنشتغل طول عمرنا في الأدريتايزينج ايجنسيز ما كناش حابين أنا والبويتنر بتاعي إن إحنا نتعامل بشكل دايريكتر مع ماناجينج دايريكتر ما يكونش مقدر شغلنا إحنا بنيدي الشغل قوي وده عموما حال معظم الشباب إن هما بيدوا قطوبهم والشغل قوي وبيبقى الرد فعل عليهم إن هما بيتستوا كل حاجة إكويفل انتم مرتب مش حبه أو اللويلتي للمكان بصوشيال كرياتيف استوديو لاب عموما معمول عشان خاطر بنقدر كوادر الكرياتيب دا اختصار السي سي 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 نقدر الكرياتيبتي و الكوادر التي تعمل فيها الميديا عموما منقسم معنا لثلاث حاجات ميديا بروداكشن وبيتي أل وإي تي أل البيتي أل هي بلو دلاين الحاجات البراندنج البراند ايدنتيتي بوشويز رولابس عموماً اللي بتطلع البراند بتاعتك لنور وجزء التاني الاتل حاجات الانلاين سوشيال ميديا ماناجمت أو ديجيتال ماركتنج اللي طبعاً كلنا بنلجأ له في الأول عشان البزنس بتاعنا يقوم يعني غير السوشيال ميديا يعني انتم عملتوا الشركة دي عشان تشجعوا الناس انهم يبداعوا انتم بتتعاملوا لما انتم بقيتوا مديرين بقى بتتعاملوا مع الناس الشباب دولي ازاي وما بيستخدموا السوشيال ميديا احنا من التيم احنا من كلنا بنكمل بعض يعني مش حاجة اسمها مدير عشان كده لما احنا دائما بنتعامل مع بعض احنا كلنا نفسنا بعض فانا مش هقيمك انت قايم نفسك لكن لو انت شايف ان شغلك ده ممكن يروح لكلاينت يلا نوديه لكلاينت لكن شغلك مش انت نفسك شايف انه لا حيعمل عليه كوماند طب ما نراجعوا مرة كمان ايه الابداع اللي ممكن يكون في السوشيال ميديا هي السوشيال ميديا كلها ميديا ايه الابداع ايه الابداع لو انت فكرتك مش بيعة مش هتوصلي اوغانيك من جر ما نشغل نطف عليها جنيه لو هي مش كرياتيف مش عمرها عملي ما حبست عليها ايه اللي بيخليك تقف عند حاجة معينة الكرياتيفي سواء بقى في طريقة الكابشن او الدزاين او الفكرة لو كلها ما بتبعش حاجة واحدة يبقى انت المسج بتاعتك ميسليدنج انا مش هدوصلها او التارجت اودينس بتاعي موصلوش المسج يبقى انا بردو بردو ما وصلتش لله انا عايزيه طيب كالامينا ازاي تحولت السوشال ميديا لساحة كبيرة جدا للبيزنس يعني انا عمال افكر قبل السوشال ميديا يعني ما تقريبا من 10 او 12 سنة كان الناس بيعملوا ازاي بقى ماركتنج ليهم اما دلوقتي تقريبا 80% من الماركتنج فيلد كله في السوشال ميديا فازاي تحول السوشال ميديا لما كان بيزنس اكتر كده موسيه دايما كانت اللي عنده بزنس قديم كان الووردوفماوس اسهل حاجة ان انا مثلا ندا عندها بزنس فميرا جربته فممكن تتعاملي معيها هي هي بس بدل ما كانت ميرا بتسأل شخص واحد بتسأل ماس اه جروب كبير من البيبل انو انا بكتب وongo المسأك فأرصا لفجل قاتل�� yard唱 يبهم يبدوا الناس تتكلم عن الاجماسة التي يعرفوها طب يبعتون إلى بتعايق باربots طب الذي عجبكم هنا أو عجبكم هنا القيارات المงHow to do you feel طب امممممممممممه فتبتيات تسمعي القو partake server هممممممممممممم High-えて هي الحاجة الوحيدة اللي الناس تحولت ليها انه بدل ما كان بقيت group of people انت الشباب معانا النهاردة يعني عايزاك انت بقى كمان تسأليهم يعني هل هم بيتفاعلوا مع الشركات اللي بتكون معلنة ولا بس الحاجات اللي هم شايفين ان هو product يلزامهم بتروحوا اكتر للحاجات الوريانتد ليكو ولا للماس عموما بتحبوا تاخدوا فكرة اي لا بناخد يعني انا عن نفسي باخد فكرة ممكن اكون بدور على الحاجة انا محتاجة جدا الاقي اعلان عن اي product بس بطريقة حلوة فيها كرياتي فتوية باخوش وممكن يعني ممكن اتابع المنتج ده اللي حين انا احتاجه او ممكن اطلوبه دلوتي حتى لو انا مش محتاجايا حتى لو انتي مش هتستخدمي بس عشان عجبتني جدا اوكي لا انا بروح للحاجة اللي انا عايزيها يعني لو الحاجة دي شدتني وفيها فكرة ومختلفة عن العادي اللي دايما بشوفه فيها طب لو ما فيهاش فكرة بس انتي عايزت تخدميها بتغضيها يعني لا مش اوي بس بيعجبني الحاجة اللي فيها تفكير يعني فيها حاجة مختلفة بحاب الحاجة تكون فيها حاجة مميزة سنة عشان دلوتي بقى فيه كذا اختيار غير الاول كممكن الاختيارات محدودة ممكن دلوتي الحاجة اللي انا عايزاها في منها واحد واثنين وثلاثة فانا بختار اكتر حاجة شكلها مبهر وحلوة جدا وانا محتاجاها اللي عندنا الشركات المواننة بيبيني احسن حاجة في المنتج بتاعك او احسن سيرفزز بتطلعيها يعني اكيد عد علينا كلاينت كتيرة بس هو كلاينت الكرييتف هو ده اللي هحطه في بورتوفوليو البروجيك ده بس اللي هحطه في بورتوفوليو عشان ده بيتكلم على الامج بتاعتي ممكن ده ان خلاله واجيب حاجات كتيرة قوي طب فيه فيه تخوف بقى عندنا كلنا دلوقتي ان انا مسلا نكون بتكلم معاكي في طبيق معين واحنا قاعدين في اي مكان في بيد في كافيف في اي حتة وفجأة اول مفتح التليفون يتجيني اعلان عن الحاجة اللي كنت بتكلم عليها ده فالله هو احنا بنترقب يا جماعة ايوا احنا بنتكلم انا عايزيني اجيب صفرة جديدة تلاقيي ما انا كل الفيسبوك اعلانات العفش هي اللي تطعيتي على طول فده بيحصل ازاي؟ بصي احنا مش بترقبين احنا كلنا مكشوفين بس بطريقة او باخرى جوجل في اللوجاريثم بتاعته فيه ان احنا لما نيجي نسجل صوتنا مش بحنا في حاجة دلوقتي في بويس ربق نشن هو بيعرف ده عن طريق الاس اي او وبيتابع بقى ده بيوصل بيك ان انت بتشتري من دول لأ ده بنحدده ازاي عن طريق الادز الانترس بتاعتك ايه؟ كل واحد في الفيسبوك مثلا بتاعه كاتب الانترس بتاعته ايه؟ ليه دي الحاجات اللي بتطعلك في الانترس بتاعتك؟ فوايي القطة بقع على طول بيطلعها لك دايما زي اول مثلا نمرأ سجلتها النهاردة في التليفون فجأة بتفتحي الفيسبوك بعد ما عملتي سيف للنمبر لقيته فشي تلاقيه في الانترس عشان كلهم لنكينج ببعض ان هما خلاص انتي با عندك على الواتساب فاخدي على الفيسبوك لا اده كمان فيه أصعب انا وانتي تقابلنا نهاردة لأول مرة بعد ما تمشي على طور بسجيري في الناس اللي انا ممكن عبر ارقم زي ما بتخشي المطار ويجيلك ميسج اه جيبت بسهر ازينا عشان مكينة حتى هي مقفولة هي ممكن تجيلك ميسج الاستثمار يعني ممكن لو انا معي مبلغ معين استثمره من خلال السوشيال ميديا هي انت هتستثمر في فكرتك عشان تكسب منها بمعنى لو انت معك فلوس هي مش بورصة بمعنى انت معك فروس وحتروح تحطها وحتجيه تجيب لك عائد لا حطهم في البنك لكن لو عندك فكرة بياعة هتجيب لك فلوس فكرة زي ايه انا بقى وتفرد ايضية بس هي تبقى كرياتف مفيش حاجة ما بتتبعش بس محتاجك تقول ايه مثال عايز استثمر فلوسي برضو يعني دوق بروجيكت انا مش عارفة ايه اللي انت بتحبه تماماتك ايه يعني لو انا مثلا بحب تصوير مثلا لو بتحب تبقى انت موسيقى ايه ابتدي صور اوكي وبتدي انزل انت اللي تصور بايدك وعمل ادت وانت عينك هتشوف ايه اللي الناس محتاجاه وبتدي عارض شغلك اورجانيك لو لقيت صحابك بيتفاعلهم ما عارف انك نجحت مش لازم الناس ما تعرفهاش لازم افكر خارج الصندوق انان انا اشوف محدش عمله قبل كده ولا ممكن حاجه يكون حد غيري عملها بسان ا اكبص jeder Ph Asam كلنا؟ بنا بنعمل برامج اعلمية لست كل كل الزاوية هي اللي بتحدد من البراس اللي ممكن اتفرج عليه ابن زاوية الموضوع ممكن الف واحد يكون كلمة سوشيال ميديا بسبب زاوية الموضوع هي اللي بتختلف من الموضوع الى تاني كلنا بنطلع في نفس القناة بس هي الزاوية هي اللي بتحددني انا هاد اتفرج على النشو ده ولا لا طيب من خلال شغلك هنا ده عايزك تقوليلي يعني تنصحي الشباب بايه برضو وانا منهم ازاي ان انا استخدم السوشيال ميديا صح يعني بطريقة غير تقليدية استخدام السوشيال ميديا دايما بص هو انت لو قاعد وبتسكرال كده انت اخدت معلومة هي ما فيهاش حاجة ناجتة يعني مش تضيع وقت لا هي عمرها ما كانت تضيع وقت بتجيب كل معلوماتك من السوشيال ميديا دلوقتي بتجيب اخبارك من السوشيال ميديا بتجيب حاجتك وبتطلب اونلاين كل حاجة بتحجز اونلاين وتسافر من عن طريق السوشيال ميديا او ديجيال فلاتفورمز فهي مش تضيع وقت بس على حسب انت بتستخدمها ازاي فيه ناس بتستخدمها بطرق تانية خالص لقتين ايجرز هي مشكلة مع المراحقين اللي هما احنا قلنا دلوقتي هما بيمسكوا الموبايلز يعني كنا ممكن في الفقرة اللي قبل ما تكون معنا ان من اول سنة وسنتين بيمسكوا التليفون بس تسيبك دول ما فيش خطورة وبيخدش من وقت حاجة تانية عندهم بيوصلهم ممكن لتوحد والمشاكل نفسية لكن وقت الدراسة الولاد فكرة ان هما طول الصيف قاعدين على الموبايلز وفجأة اول ما بتخش الدراسة الاهالي بيجدوا صعوبة رهيبة ازاي يصحبوا تليفونات من الولاد واملوا وقت المذاكرة ما تصحبهاش بجد يعني ده بجد ده بجد ده هيعميرهم هلاستحق يعميرهم وبيخدش عشان نركز في الحلقة يا ندى بالعكس انت لما تعملي ريسيتش هو مش عارف مثلا حاجة بيقرأ كتاب انجلش ومش عارف معنا كلمة بس ده بيوصل للإدمان يعني مع طول استخدامي انا لو حصل لي اي حاجة ومش هستخدمي الموبايل دلوقتي ممكن اعيط عليه انا معاني انا الاختة الزجيلة في سنوية عامة يعني في سنوية عامة يعني محتاجة مذاكرة ومجموع وتركيز الموبايل بياخد منك وقت قد ايه؟ يعني هو مش زي الاول يعني انا عارفة اعمل كنترولنج شوية بس برضه هو بياخد يعني هو بيسحب من الوقت كتير حتى لو انا قلت لا انا هستخدمه الوقت قليل هو انا بلاقي نفسي الريدي كده هو بيسحبني لوحده بس بتحب الاراية؟ بس بتحب الاراية؟ جدا وانا اصلا بعرف كتب كويس جربتي تقري اونلايم؟ اهو كتير طبعا انا انا بقرشوات كتير ايه بتتعلم حاجة اخرى غير سنوية عامة اللي مش هتفيدها بجنيه بس هي هتتعلم حاجة اخرى بس هي هتتعلم حاجة اخرى بس هي كمعة يعني؟ بس هي هتكمل انا دكتور او انا مهندس ولا كمل في دي ولا كمل في دي رجع تاني للحاجة اللي بحبها اللي بحب يمثل اللي بحب الغنى اللي بحب الماركتنج ودماغو حلوة جدا بس اهل ومش عايزين وعشان لازم يبقى دكتور فعمل الحاجة اللي انت بتحبيها خلاصي سنوية عامة ورديني اسمي تلمنا دا خلاص من النهاردة بتذكريش اعمل الحاجة اللي بتحبيش احفظ البنت بزايا حرام عليه لا وانا مش هتروع في ده بالعكس هي هتبقى تالنتد اكتر من اي حد في الدنيا احنا مشكورك جدا نادا حتيب الفعود من انا البساطة جدا معاك انا البساطة جدا معاكي وعرفنا ان سوشال ميديا ليها فايدة لكن احنا بس عايزين ناخد فايدة السوشال ميديا في الحاجات اللي زي دي في الحاجات اللي هي التسويق لكن احنا قعدتنا مع بعض بالدنيا ولا ايه جماعة رجعينا الموبايلات بقى من قبلك التواصل بقى البشري يعني ان احنا بذات وقت الفامل نحاول نديله خصوصية شوية نحترمه شوية حتى ما نكون قاعدين مع بعض فكرة هاي لان احنا نسيبوا الموبايلات في العربية اصلا ما ننزلش ندخل بيها الكافياء والمكان اللي احنا هنروح نوعد فيه انا بشكركم انت كنتوا معانا النهاردة نورتونا ودايما كده احنا بننور بعض بمعلومات وبنفيد بعض بمعلومات وانتوا وجودكم اضافة لنا بشكركم على حلقة النهاردة واستنونوا حلقة جديدة منورتونا اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة